مسرح القطاع الخاص مثلاً كانت هناك فرق كثيرة جداً زمان بأسماء يعني مسرح فؤاد المهندس نجيب الرحاني مسرح مدبولي جلال الشرقاوي إلى آخره يعني فين ده دلوقتي؟ طبعاً المسرح القطاع الخاص هو اللي تحمل المسئولية كلها قبل ما تيجي الدولة وتتدخل كلام ده من أيام يعقوب صنوه وفي العشرينات وفي الدلاتينات وفي الأربعينات لغاية ما اتعامل المسرح القومي وتعاملت الفرق القومية وده اللي قد في النهاية إلى إيه دي يكون فيه مسرح للدولة لكن ده لم يمنع أن الفرق الخاصة تشتغل ومن ضمنها الفرق اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي أنا شخصياً شاركت فيه بعض هذه المسارح الخاصة قدمت مثلاً مع جلال الشرقاوي مسرحيتين مسرحية اسمها الملين باربع ومسرحية اسمها بحبك يا مجرم المسرحية الملين باربع دي مأخوزة عن الموالد الشعبية وخصوصاً عندنا في دوميات مولد أبو المعاطي المولد ده أنا استلهمت منه اللعبة المسرحية بتاعت شركة توظيف الأموال واحد نصب نصب على الناس بلعبة الثلاث ورقات وعمل شركات ودي جلال الشرقاوي عملها كان بطولة نور الشريف نورة محمود الجندي حمد أبو العنين ليلى فهمي دي تجربة برضو من تجارب مواجهة الإرهاب والتطرف ومهمة جداً مهمة جداً لكن دلوقتي مفيش ولا مصرح محدش بيقدم ده رغم أن أنا عند عشر مصرحيات وبقول لهم خذوا لعشر مصرحيات يعملوها محدش بيعمل ده فإحنا بنقول المصرح العام أو مصرح الدولة لابد أن يكون لها وضور مهمة جداً في تقديم الأعمال ذات القيمة وذات الرسالة وذات الوعي يعني على سبيل المثال المصرح المصرحيات الموسيقية وكان عندنا زمان مصرح موسيقي لم تعد موجودة يعني عندنا أشهر المصرحيات اللي تعملت في العشرينات والتلاتينات كانت عن أبرات عالمية يعني يعني مونيرا المهدية قدمت كارمن ودي أبرة وقدمت تاييس وقدمت روزينا وكرمانينا قدمت كل ده كل دي كانت مسرحيات كانت أبرات وتحولت لمسرحيات غنائية وسيد درويش ودور مهم جداً في المصرحي الغنائي من أجمل ما يمكن حقيقاً مع المصرحيات غنائية ده دور المصرحي الغنائي حتى المصرحيات اللي هي عن أفلام مثلاً أجنبية أو عن نص مصرحي أجنبي وتم تمصرها كتير كانت جميلة جداً طبعاً إحنا مش محتاجين إحنا نمصر دلوقتي إحنا خلاص إحنا عندنا مؤلفين موجودين حالياً في مؤلفين يقدروا يقدموا مسرحيات غنائية ومصرحيات درامية ومصرحيات كوميدية مسرح الأطفال مثلاً وعندنا مسرح الأطفال وعلى فكرة فيه الأخ العزيز محمد عبد الحافظ بيعمل دور مهم جداً في مسرح الأطفال تمنى أن يكون هناك هذه الرؤية وإيه المانع؟ إحنا نجب عندنا مثقفين موجودين وعندنا رؤى موجودة عند كثير من الناس أنا شخصياً كتبت كتير في مجلة البصرح وكتبت في بعض الأعمال وقلت رؤيتي اللي ممكن واقتراحاتي يعني أنا قلت اقتراحات كتير جداً في هذه المسألة دوخذ هذه الاقتراحات آخرها كان فيه اقتراح كتبته على الفيسبوك أنه يبقى فيه لجنة تشوف السلبيات وتشوف الإيجابيات وتشوف رؤية تحط رؤية لهذا المستقبل يعني فيه أصدقاء لنا حتى من دميات يعني فيه لنا صديق كتب وناقد معروف اللي هو أحمل عبد الرازي أبو العلا ده ناقد دمياتي وكتب رؤية عن المسرح وفيه ناقد تاني ناصر العزبي كتب رؤية عن المسرح وفيه عندنا الدكتورة وفاء كماله ودي دمياتية برد وكتبت رؤية عن المسرح طب هل هذه الدراسات كلها مثلا بتتقدم لجهة الماء على سبيل المسال المجلس الأعلى للثقافة ولجنة المسرح المفروض أن لجنة المسرح تأخذ هذه الأوراق وتدرسها ده درها الحقيقة ده درها طيب مع الناس تعمل إيه أكثر بكذا أنا عندش هنروح نلف على البيوت وعلى الأماكن ونقول لهم خدوا الرؤية طب ما احنا بنقول لكم الرؤية هي موجودة موجودة في الصحف في المجلات في الفيسبوك في التواصل الاجتماع موجود في رؤى كثيرة جدا موجودة في دبيت يعني أنا تكلمت برضو عن قضية مثلا المسرح في دوميات كتبت ولا المحافظة ردت علي ولا حد منهم ولا مسؤول قال لي انت فين وما يسري على دوميات ممكن يسري على كل المحافظات طبعا رغم ما كتبت وقلت هذا الكلام لكن ما حدش رد علي ولا حد تتكلم يعني حركة الحياة بتوجه نظرنا كلنا حاليا إلى حال المسرح في مصر وحال الكتابة المسرحية والنصوص المسرحية والتأليف المسرحي والإخراج المسرحي وحتى عدد الشباب الجدد الذين يقومون بالتمثيل في المسرح على فكرة والموسيقى للمسرح يعني المسرح الحقيقة شيء شامل جدا جدا لكثير من الفنون نحن عندنا في علم الإدارة يقولك توظيف توظيف الموارد أي كيفية توظيف الموارد أنت عندك موارد عندك عشر قرش هتقدر تشتغل بيهم عندك عشرين اشتغل بيهم عندك ثلاثين اشتغل بيهم أقل أكتر اشتغل بيهم ما بنقولهش توقف علشان يقولك لا أنا عايز أعمل إبهار لا يا سيدي ما تعملش إبهار مش عايزين الإبهار ده